موسيقى السابو يدار حتى يقدلها القوام ويقدلها المنظومة لكي لا يوجد مواطن ساكن وحد كاختي يجي يخلص على طاوم بيله أو يوجي يخلص على طاوم بيله ويجي يخلص عليها الفلوس موسيقى أنا ضد هذه القضية يلقوا لي الحل لها أنه هم الناس اللي يخدامين بعدها يدروا لهم باش بثامن مناسب لأنه ممكنش يزيد عليها مصارف وثانيا الناس اللي في مساكن المواطن أنه ما يخلص موسيقى السابو أو موضوع يعني إقدام بعض المجالس البلدية على إبرام العقود مع شركات خاصة بمقتضاها تفوض لها حق يعني تدبير مواقف السيارات بمختلف الأزقاء والشوارع ويترتب عن هذه العقود أن هذه الشركات تقوم بفرض إتاوات ومبالغ مالية على الأفراد مقابل ركن السياراتيهم بالطرق العمومية وفي حالة عدم الأداء وهذا هو الخطير في مثل هذه العقود أن هذه الشركات تخول لها المجالس الجماعية أن تقوم بمهام الشرطة الإدارية والمتمتلة في عقل السيارات باستعمال للصابو وإكراهي وإجباري أصحاب السيارات ومالكيها على الأداء مقابل رفع عملية العقل على السيارات هذا النقاش الذي وكب هذه المسألة للصابو بشكل عام لأن العنوان الباريس له لا يسمى معروفة هي الصابو ونستعمل هذا المصطلح لكي أعبر عليها هذا النقاش يعكس وجود تطور إيجابي في تعاطي المواطن المغربي ومعه الرأي العام مع القضايا العمومية والقضايا المرتبطة بالملك العمومي الذي أصبح شأنا عاما وأصبح هناك يعني من خلال إيقاع النقاش أن المغرب واعون بأنهم شركاء في إبداء رأيهم ومواقفهم وهم معنيين بكل ما يعني بكل عمليات أو تصرفات القانونية التي تقع على الفضاء العامل هو ملك المشترك بخصوص يعني القضاء إذا رجعتوا للقضاء الإداري ربما يعني أعطى كلمته بخصوص طبيعة هذه العقد باعتبر أن هناك العديد من القرارات الإدارية الصادرة عن محاكم ابتدائية الإدارية والمحاكم الاستناف أقرت بعدم مشروعية الصابو بل بالمقابل أقرت حق يعني المتضررين من الحصول على تعويد أيضا هناك دعوة سابقة تم تقديمها ضد مجلس بلدي قضت بشأنه محكمة استناف الإداري بالرفاط بإلغاء مثل هذه التصرفات القانونية باعتبار أنها لا تستند التصرفات له عقد العقد للتفويت أو عقد الامتياز أولى العقود اللي بمقتضاها يعني يفوضوا المجلس الجماعي أو يدبروا المجلس الجماعي أو يعطي حق تدبير هذه المرافق لشركات خاصة الإشكال فين كي الإشكال في جزء المستويات المستوى الأول عندنا مقتضايات دستورية معروفة لهو يعني المرتبطة بمجال اختصاصات القانون كنعرفوا بمقتضى الدستور القانون هو أسمى تابيري عن إرادة الأمة دستوريا أيضا القانون يصدر عن البرلمان عن المؤسسات الشريعية هذه النقطة تيغسل سجلوها وغادر نشوفوه علش بمقتضى المادة 71 من الدستور حدد لنا اللائحة دي المجال اختصاصات القانون القانون التي يخرج على المؤسسات الشريعية من بينها تحديد تكاليف المالياء الضرائب والوعاء الضريبي الضريبي هنا السؤال المطروح هل يحقون للمجالس الجماعية أن تصدر أو تقوم بتصرفات قانونية أو تصدر قرارات من شأنها أن تلزم الأفراد والمواطنين بالالتزام أو تحمل عبء تكاليف مالية جديدة لم ينص عليها القانون لأن باش نحمل المواطن يخلص لأن أملكة القوة توقف السيارة في المكان العام وتخلص عليها هذا ضريبة جديدة هذا تكاليف مالي جديد فرضاتوا عليا الجماعة فرضوا عليا المجلس الجماعي طبعا هات التكاليف المالية على المواطنين ما تفرضها للمزايج الزمية ما عنداش الحق تفرض تكاليف المالية على المواطنين الذي يفرض تكاليف المالية على المواطنين هو القانون والقانون في كل جهة دستورية التي عندها الحق تصدر قوانين تتفرض بمقتضاء على المواطنين يؤديوا تكاليف مالية جديدة هو البرلمان وبواسطة القانون بمعنى بانطلاقا من هذا التحليل القانوني لا يمكن للمجالس الجماعية أن تصدر قرارات أو تقوم بإنشاء تصرفة قانونية من شأنها أن تنشئ تكاليف مالية جديدة على المواطنين هل يحق لمجالس الجماعية التي تبرم هذه العقود مع الخواص أو مع الشركات الخاصة تعتبرها الخواص لأنه لا يوجد هيئات عمومية لهم الشركات والعمل ديالها وهذا العقد هذا تمتد صلاحية للمنوحة لهذه الجهات الخاصة وهذه الشركات إلى أن يقوموا ويباشروا مهام عمومية أن يباشروا مهام الشرطة الإدارية المخولة بمقتضاء المادة 50 من المتاق الجماعي حصريا لرؤساء المجالس الجماعية فقط وما لديهم الحق يمرصوا مهام الشرطة الإدارية ولا يمكن لهم أن يفوضوا هذه المهام ما كان يمكن أن يتفوض للشركات الخاصة مهام المهام التي تتخذ فيها قرارات تنظيمية في إطار تدبير مجموعة من المجالات بما فيها تنظيم تدبير وقوف العربات في المرافق ديال الجماعة أنه يدير قرارات بالمنع بالإذن وكذلك بالأمر من يمكن أن نقوله أنه ستفوض لأنه لتعقل السيارة هذا من مهام الشرطة الإدارية يعني باش تعطي الحق للشركة الخاصة والعمال ديالشركة الخاصة يقوموا بذلك المهام يعني فوطي لهم اختصاصات ديالك حصريا اللي كينا في المدى الخمسين اللي انتاليكس كتقوم بها كرئيس المجلس الجماعي فوطيها الأشخاص خاصة لما القانون كي يمنع بتاتل أن تفوض لهم هذه الصلاحيات إذن نحن أمام واحد مسألة غير قانونية وغريبة وغير منطقية وتساهم في إحساس المواطنين أحيانا بعدم تقبول هذا الوضع بعدم سيادة القانون له أسمى تعبير عن إرادة الأمة عندما يقوم فرض ما بركن سيارته ولم يؤدي هل من المقبول قانونيا أن يأتي عامل ديالشركة ويقوم بعقل سيارته لإجباره على الأداء كين واحد تخرجها كدارة أنا كنت أعتبرها غير قانونية لأنها تخرجها لكدارة شميتي الدال تيجي العامل ديالشركة كين واحد نوع من محاولة صنع أوضاع لي إعطاء المشروعية لهذا الفعل الغير المشروع كي يجي العامل ديالشركة كيدير لك الصابو هو دار مهام ديال الشرطة الإدارية اللي من اختصاص الرئيس كيدير لك الصابو تعقلك السيارة من بعد لإضفاء نوعين من المشروعية كي يجي معاه واحد من موظفي البلدية اللي كي يقوموا بمهام الشرطة الإدارية بيتفوضين من الرئيس كي يجي عدتي ديال المحضر أصلا العملية الفعل لممارسة مهام الشرطة الإدارية المنع منعتيني عقلتي لي السيارة منعتيني يعني مارستي مهام الشرطة الإدارية عد كي يجي هذا كي يدير لك محضر بمعنى هذه العملية هذه لا يمكن لها أن تصنع وضعا يمكن من خلاله أن نملح المشروعية لهذا الفعل بالتالي أنا كنشوف على أنه يعني خلوصة القول أن القضاء الإداري أصدر العديد من الأحكام لدرجة أنها تراكمة لدينا اجتهاد قضائي اجتهادات قضائية قار رسمت توجهات عامة ومبادئ وقواعد إدارية قضت كلها وأجملت على عدم مشروعية يعني إقدام الجماعات المحلية أو رؤساء المجالس الجماعية على إضرام مثل هذه العقود وتفويض مهام الشرطة الإدارية للخوص أيضا هناك أحكام قضائية إدارية قضت بكون فرض يعني مبالغ مقابل ركل الصيارة بالطرق العمومية وبالأزقاء في غياب قانون صادر عن سلطة الشريعية يقر هكذا إتوات أو هكذا ضرائب أو تكاليف مالية على المواطنين أمر يخرج عن اختصاص المجالس الجماعية التي لا يحق لها أن تكلف المواطنين بضرائب جديدة بتكاليف مالية جديدة بتحملات والتزامات مالية جديدة لا وجود لها في القانون طبعا من حقها أن تسعى إلى استخلاص كل المداخل دي الجماعة تلك المداخل وكان ستطلع عليها تلك المداخل التي يوجد قانون مسبقا يقرها ويحددها نفترض جدلا أن هذا الوضع السليم وأنه يحق للجماعات والمجالس البلدية أن يبرموا مثل هذه العقود وأن يشرعنوا أو يفوضوا لشركات خاصة أن تقوم باستخلاص مبالغ معلينة على الأفراد مقابل ركن السيارة بالأزيقاء والشوارعين فترضوا جدلا بأن هذا مسألة سليمة وقانونية هل من المقبولي أن نملح لهم هذه الإمكانية الخطيرة وهاتي الوسيلة الخطيرة ديال عقل السيارات واحتجاز حريات الأشخاص لأن أمريكا تعقل شيء وعلى السيارة أرى ما شيغي السيارة لعقلتي أرى أقفت له السيارة ووقفت حتى الحركية دياله يقدر يكون غادي للعمل دياله يمكنه أن يكون طبيبا يشتغل في المستعجلات ووقف السيارة دياله في واحدة لحظة معينة أنه يشري شيء حاجة بشكل مستعجل ودهي الحساب ديال الوقت دياله باش يلتحق بالعمل دياله قد يكون أم ينتظرها أبناءها الصغر مستعجلتون في أمرها قد يكون شخص مثلا حادي تلتحق بوظيفته واحد طالب غايده وزنتي حان يقدر تفوت عليه فرصة ديال أنه ينجح في الترصة دياله يقدر يكون شخص عنده معيد ديال فرصة عمل يقدر يكون شخص عنده تذكير الطائرة عنده اجتماع مهم عنده لقاء مصيري في حياتي واحد سيدة غادي تزوج غادي بشي تبرم عقد الزواج يعني كي مكان وش ما كيفكروش هاد الناس في التدعيات الخطيرة ديال هاد هاد مسألة ديال عقل السيارة ديال إجبار الأشخاص وإكراههم على الأداء ما يمكنش ديال يصابه حدا حدا الدار دياله والقضية أخرى هي أنه ياخد بعين الاعتبار حتى الناس اللي بار اكزمبل عنده شيء أرجنس أنه عنده بقه ولا والدو ولا ما عشنو يطرى ليه يمشي لطبيب ولو السبيطار ولدو يجي يلقى صابه صابه في الطموبيل كي غايدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر